اشتركوا في القناة شكراً لكم في طريق مجدي الحكم وأنا هنا علامة استفهام نهاردة أنا بسأل السؤال هو فين طريق مجدي من أول المجد؟ صح يعني نهاردة دي أول مباراة طريق مجدي بيدرها الناد الأهلي هذا الموسم كانت من علاق وإحنا بنفنش موسم في الوقت اللي فيه حكام أدارة خمس مباراة لناد الأهلي ده السؤال أنا بوجهه بس فين طريق مجدي من إدارة مباراة لناد الأهلي على فترة طريق مجدي حكم كبير قديم حكم دولي في الفار نهاردة طبعاً عمل أداء رائع جداً لكابتن عيمن خد القرارات كلها بنفسه دون اللجوء للفار فده السؤال الأولاني اللي بقول طريق مجدي فين من برات الأهلي دي أول مباراة أول صافرة تحكمين نهاردة طريق مجدي بيلعب في آخر موسم ده السؤال للجنة التعينات اللي موجودة في لجنة الحكام السؤال الثاني وقيل فرحان طبعاً هون أرضى عدى مراكوا هي سوائل ولكن خلينا أقول لك على حاجة الجنوال كان حكم مباراة لأهلي المقصة كابتن بيل اللي أشر فيها البطاقة الصفراء ثلاث مرات وهو كان حظه حلو جداً إن اللعب اتطرد وخرج وما كاملش ولو كان اللعب ده لعب كانت حصلت مشكلة هنتكلم برضك في سياسة السواب والعقاب المباراة عدت بخير أولاً ولكن ده خطأ تحكيمي هنا كان لابد النهاردة من لجنة الحكام خاصة ده خطأ كان في مرة الأهلي النهاردة بيلعب حكم للبار في ماتشنة الأهلي وقدم مرة كويسة على فكرة النهاردة ولكن أنا أتكلم في التعينات يعني لما يكون في حكم عنده مشكلة أو عنده خطأ خلي بالك إحنا هنكافئ إمتى الحكم الكويس كابتن العلاقة إمتى نكافئ الحكم الكويس كابتن شريف ده اللي عاوزين نقوله وإمتى نخلي التعينات تبقى ماشية بمعيار واحد يعني النهاردة لما بدل مدي حكم خمس مباراة للناد الأهلي تم حكم النهاردة دي أول مباراة يلعبها ما كان ممكن يخذ مباراة أو اثنين أبدا ده بالنسبة فيه ما يخص بالتعينات بنتكلم النهاردة فيه حاجة جميلة جدا لكت ده أمينا وده اللي احنا مشوفناهش بقنا كتير أن سرعة اتخاذ القرار ما بين حكم الفور وحكم الميدان وده اللي احنا كنا منشوفه كتنشريف دايما الحكم دايما كان بيعول أو كان بيسند على الفور يعني عندي لك الجزاء محتسبة صعبة اللي خد القرار فيها الحكم ما استناش بقى أنا هخلي اللي عبي يستمر وهرجع للفور يقولي أو ما يقوليش النهاردة زي ما انت عارف يا بلال قلنا الكلام ده الحالة فاتت النهاردة الحكم بتشتلك بس قوي 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 على نفسه وهو ده الكلام اللي الراجل قاله انت كحكم خلي كل شغلك وتركيزك في الملعب الفور ده اخر حاجة تروح لها حقولك الفلسفة ايه احنا في اللي فات كنا كل محاضراتنا كانت لحكم الفور ونسينا حكم الميدان اللي هو الأصل والأصل يعني نسينا انتطور من حكم الميدان اللي كانت الشريف اللي هو مفروض ايه هو الأصل واشتغلنا كل حاجة على حكم الفور النهاردة الراجل قال لا الأصل هو حكم الميدان لو حكم الميدان كويس وبيشتغل نفسه كويس هيبقى فترة لجوء هتبقى قليلا خلينا نروح لتقم التحكيم كابتن أيمان كابتن أسامة طريق مجد كان حاكم براودي أو مبراودي درها هشام الدسوئي حاكم مساعد رقم واحد هشام طلب مساعد رقم اثنين جلال أحمد الحاكم الرابع وكان على البر وائل فرحان وعندنا علاء هاشم كان المساعد لوائل فرحان نروح للكرات التحكمية التي أعتقدها كانت صعبة نهاردة كابتن بيلال اختبارات كانت صعبة جدا جدا عند طارق اللعبة الأولى يقرب من اللعب دقتين لم يتردد أبعا في شهر بطاقة الصفراء لنتيجة التهور نشوف الدخول هنا والقدم نزلت تحت خالص كابتن خدت من تحت ما خدتش من فوقه هنا ده معيار التهور والبطاقة الصفراء صحيحة في هذه الحالة للعب نادي أمبي دي كانت الحالة الأولى معنا الحالة التانية نفس الشي راجل رايح وتعطيل هجوم واعد هنا مفيش هزارة كابتن هنا على طول الطريق رايح ولا تردد قرار صحيح من طريق مجدي فيه البطاقة الصفراء للعب نادي أمبي لتعطيل الهجوم الواحد الحالة التالتة هنا هو شوف فين هو كابتن ستوب قبل مروح للحادث كابتن علاءة شوف اهتمام تركيز خوف على الماتش خوف على نفسه ليه ما هو راجل قال كده اللي مش شغل خويس مش معايا يقرب من الحلقة دي تقريبا لو قلنا فيش تمانية أو سبعة هل فيه قرار بالمخالفة نشوف نشوف هنا شاف راجل هنا دخل ودخل بجسمه وعدى وبعدين ايه عمل يا كابتن عمل السكوت هو بدون أي مخالفة رجل اللعب اللعب على الأرض لم يعني تعمل حركة إضافية وبالتالي هنا السكوت كان سكوت نتيجة الالتحام الجاسة دي العادي وبالتالي هنا قرار صحيح باستمرار اللعب هنا البار حتى ما قدش جزء وقال اللعب على طول دي كابتن من إجابات المورة النهاردة جاء توجد هنا مخالفة للاعب أمبي داخل صندوق النادي الأهل حالة بعد كده نفس الشيء هرجعتين معلش هي نفس الزواء يعني نفس الزواء ستوب فين طريق فيش بقى 30 متر بقى كابتن أحمد ولا 40 متر والكلام ده هو يبعد نفس الشيء نفس المسافة ونشوف هنا هل في مخالفة ولا ما فيش هنا قال ما فيش لعبة هنا هنشوف هنا اللعب 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 نجع في لعب الكور الرجل نزل على الأرض لم ترتكب أي مخالفة أبدا حدش يقول إن هو عق أو حطك ليه أو هذا الكلام ولكن هنا أيضا هنا الاتحام والسقوط الاتحام طبيعي جدا وده اللعب اللي احنا بنتفرج عليه وده المفروض يكون موجودة كابتن بلال يبقى هنا ما فيش مخالفة وفي لعبة أمبي ما فيش مخالفة الحالة بعد كده حالة أيضا من الحالات المهمة هي ممكن هنا أنا بلوم طارق اللي هنا مفروض كان خطف كمان خطوتين لأن هنا أنا شايف أن هنا فيه مخالفة ارتكاب مخالفة هنا والقدم هنا عالية وكان مفروضي هنا يدي مخالفة خطأ لصالح ناعب نادي أمبي لكن دي الحالة الوحيدة اللي عدت من طارق الحالة بعد كده كمان هنا بيدي المخالفة وقريب جدا جدا ولكن هنا هنا بس هو فقد البطائقة كابتنين علاءة يعني هو إدي المخالفة بشكل صحيح هنا فيه مخالفة قومي رامي تمام وفيه شد احنا قلنا هذه مش فرصة محقاقة ولكن حنقول تعطيل حنقول شد ولكن هنا كان يجب انظار هنا رامي ربيعة للتعطيل أو للشد في هذه الحالة الحالة بعد كده هنا شوف هنا تاني هرجع للتمركس لأنني أنا يهمني نهاردة كابتن كل شغلي على التمركس هنروح نحظة زكام مخالفة ونشوف طريق فين نشوف طريق فين يلا خلينا نمشي بقى خلينا نمشي بصة كابتن عمله سفره وقرار لأن زاوية الرؤية واضحة بالنسبة له جدا هو قريب مكور خلينا نمشي بقى لعبة صعبة هنروح للعبة بصة كابتن هنا صعبة يمكن نزاوية مش مبينة قوي ولكن هنا طبعا أكيد القدم مدافع نادي الأهلي هنا لمسة القدم بتصطدم من قدم اللي هي لعب نادي امبي هنا خلاص هنا الركل موجود جدا وهو يمكن خانه شوية التأدير يعني مدافع نادي الأهلي النهاردة لو شوية ركز بس وحضا حضا كان خرجوا على بار حضا مخبرة ولكن هو اللطشة ديت كمان بتعتبر خطأ بإهمان وهنا ركلة جزاء صحيحة لم يتأخر أو يتقدر حكم في احتسابها قرار صحيح كنفيرمي من الفار مفيش كلامة كابتن أحمد خدت وقت قليل جدا وتم استئناف اللعب وطبعا جات في العرضة وخرجت ومجاتش هدف الحالة بعد كده حالة من الحاكمة مهمة جدا جدا وشوف الفهم الجيد لحاكم المباراة هنا المساعد رفع على تسالل كابتن أحمد هرجع تاني بعد إذنك يشوف هنا ستوب أيها تمام لحظة اللمسة هنا هو الحاكم المساعد هشام طلب أشار على التسالل على الرغم من أنا شايف ان التسالل مش موجود خالص تماما كابتن أحمد معايا كابتن شريف هنا آخر اللعب اللي هل هنا مغطي التسالل ولكن هشام هنا استنى وبعدين لما ارتدت من مصفة شبير أشار بالرأي نروح لشوفني طريق عمل إيه يلا نمشي طريق كاليسا هيسفر التسالل عمل يا كابتن أدى إتاحت فرصة واستمرار ودي حاجة كويسة جدا توقع وتركيز وقراءة لطريق خليني نمشي باللعب وهذه حالات إتاحت الفرصة سيقول لهم فيه تسالل في إتاحت الفرصة أو فيه تسالل في إتاحت الفرصة طالما هشوف الأفضل يليه لنادي لأهلي هنا نشوف هنا هي هنا اللعبة اللي جاية ديت واللعب نادل أهلي بيسدد ترتدي من الحارس بتروح اللعب نادل أهلي بيسدد هدف طبعا الأول ما تشوف كده قولي ده اللعب لواحده وتسلل ولكن طبعا هي متغطية بفترة كبيرة نشوف لحظة تسديد وتمركز المتفعين هنا هنا بنشوط بس نحن نحسب هنا اللعبة كابتن التسلل من هنا لحظة تسديد التسديد لو اللعب هنا في منقف سليم تمام يبقى حتى لو ارتدت من العرضة أو من القائم أو من الحارس جون نمشي نشوف ارتدت من حارس المرمى وبالتالي بشكل عام النهاردة كانت الظاهرة كابتن بلال اللي انت حادك اتكلمت فيها المرة اللي فاتت ان الوقت اللي بيستغرق في المراجعة الوقت بقى قل قوي لا بقاش فيه تعطيل بقى فيه استمرارية وده الفلسفة بتاعت الراجل مش بقول الراجل اشتغل لسه ماشتغلش ولكن انا بقول كلمة النظرين مثلا زي اللعب بقول له انزل لو بتعمل واحد اثنى ثلاثة الحكم ينزل يطبق هم يطبقوا ونتمنى نتمنى في اللي جاي التوفيق للحكام ونتمنى عيدا التوفيق للفريق المساعد الثاني للخبير الأجنبي واخر حاجة مبروك للنادي الاهلي والمرة القادمة ان شاء الله ربنا يوفق اللعيبة في المرة القادمة شكرا جزينا كابتن ناصر امتعتنا ومرة كل سنة حضرك طيب عبال ميت كل سنة طيب كابتن أيمن وكل جميع الأهل بخير ان شاء الله وبانتهاء الفقرة التحكمية عزيز المشاهدين بنصل لنهاية استوديو التحليل للمباراة الأهلي وانبي فالجولة رقم 32 للدورة عام مصر ممتاز ذكرت القدم والتي انتهت بفوز شباب الأهلي 2 0 عن جدارة واستحقاق كابتن أيمان كابتن سامع شكرا كابتن أمتعتنا شكرا مبروك كابتن علاء ميهوب شكرا 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 كابتن شكرا كابتن أيمان مبروك لشباب الأهلي وشكرا وشكرا أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نتقي بكم مرة أخرى وستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى ورق تحليل